بالتزامن مع اليوم العالمي للغة الأمة أحيى اليمنيون بشكل غير مسبوق يوم المسند اليمنية وابتداء من هذا العام أصبح تاريخ الحادي والعشرين من فبراير يوما قوميا لليمنيين للاحتفاء بخط المسند التاريخي خط اللغة العربية اليمنية القديمة واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالكتابات المسندية والنقوش التاريخي بالخط الحمياري وأشر المؤرخون إلى أن التاريخ اليمني لا يزال أغلبه مطمورا في الرمال وأن الحاجة ستكون كبيرة في المستقبل المقبل لمئات المتخصصين في المسند لإحيائه ويعد خط المسند أو الخط الحمياري أبرز رمز للهوية اليمنية ويسميه المستشرقون خط النصب التذكارية وهو نظام كتابة قديم تطور في اليمن جنوب الجزيرة العربية قرابة القرن التاسع والعاشر قبل الميلاد وتتألف أبجادية اللغة اليمنية القديمة من 29 حرفا تطابق في أصواتها وعدد حروفها خط اللغة العربية وكلمة مسند تعني ناقش توثيقي أو وثيقة وهي مشتقة من الجذر سند بمعنى وثقة أو عضدة أو دعم ويرى نشطاء أن أحياء الخط المسند يأتي لمواجهة حركة التفكك الطاحنة والشاملة التي يمر بها المجتمع اليمني ويحفز اليمنيين على إعادة إحياء الهوية والإرث الحضاري التاريخي وما يجمع اليمنيين من قيم ومشاعر وتصورات ورموز مستنبطة في اللاشعور وتراث والتاريخ